السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامجكم لاعب بلدنا طبعا بداية الاسبوع الحادي عشر بدأ الاسبوع الحادي عشر بمبارتين بين الجونة والانتاج الحربي والتي انتهت بتعادل سلبي بدون اهداف وفي سي مصر يحقق الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف وغدا اللقاء بين غدا الاربعاء اللقاء بين مصر المقصة والنادي الاهلي في تمام الساعة السابعة والنصف والاسماعيل وانبي في تمام الساعة الخامسة والاتحاد والمقاولون العرب في الساعة الثانية والنصف وبعد غدا ان شاء الله الخميس الزمالك واسوان يا صديف الزمالك نادي اصوان والمصر مع اسموها وحرص الحدود مع براميز ويختتم الاسبوع الحادي عشر بمباراة وادي دجلة وطلع الجيش يوم الجمعة القادم ان شاء الله في بداية هذه الحلقة معي ضيفي الكريم الأستاذ محمد مجدي الصحفي الرياضي بجريدة نادي الزمالك اهلا وسهلا سبحانه اهلا بك الزعمر والسادة المشاهدين اهلا بحرارة كل السلام عليكم انت طيب وفير ان شاء الله طبعا عايزين نتكلم عن نادي الزمالك طبعا وأخبار نادي الزمالك واهم طبعا عايزين نرشدت علاج للأمور الإدارية والأمور الفنية وعايزين برضو نتكلم كيف يكون الزمالك على الطريق الصحيح دائما وليس مؤقتا عايزين نتحدث عن نادي الزمالك في هذه الفقرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم اهلا احلى حاجة في السؤال انت حضرها بتقول دائما وليس مؤقتا كيف يكون الزمالك على الطريق الصحيح دائما وليس مؤقتا أو بعض الفترات بالظبط ده اللي نفسو فيه من بقى جمهور الزمالك هناك أزمة مثلاً حصلت أمس مش عايز أجحلها النهاردة أو في حاجات ممكن تعارك الاستقرار الفريق طوال الموسم لأ أنا عايز أعمل خطة وسيستم أمشي عليهم لعدة سنوات ممكن كمجلس إدارة حالي أورصها لمجلس الإدارة الجاي فعاوز أبني خطة إدارية أنا هكلمك الأول على الخطة الإدارية اللازم يعني بأقصى سرعة أنها تتم حالياً الشق الإداري أولاً تمام بالزبط يعني أهم حاجة عندي أعمل اجتماع مجلس إدارة وأوزع جميع ملفات مجلس الإدارة على مين؟ على الأعضاء كلهم زي ما حصل 2014-2015 إيه اللي نجح نبيل زمالك 2014-2015 وخلانا خدنا السمائية وكان أقرب للصبر كمان المحلي إيه اللي نجح زمالك واللي هو أصلاً محاير جميل زمالك ويمكن الكرة المصرية كلها كان هناك استقرار جاء رئيس نادي الزمالك أعمل وزع ملفاته الملفات الإنشائية وملفات كرة القدم وملفات الألعاب الأخرى والموارد تمام؟ أنا عاوز أعمل سيستم لنادي الزمالك يفضل ماشي عليه مثلاً لخمس سنوات ياذا الخطة مثلاً متوسطة في المدى مش عايزين نقوله طويلة في المدى مش عايز أنا أكضر ماشي كويس يعني زي اللي حصل دلوقتي إحنا مثلاً كنا ماشيين كويس في الكاس تمام تمام؟ بعد كده بعد ثلاث مباريات الكاس حصلت أزمة تمام؟ منين ما نعرفش؟ بعد كده حصل انتفاضه زمالك كاس ببرمت تمام؟ قلنا خلاص الزمالك هينطفت تمام؟ حصلت أزمة تانية نا لازم نجلزات في المستوى ده في جميع الألمان وإحنا مش عارفين إيه اللي بيقصد اللعبين مخطئين آه مخطئين مجلس الأدارة مخطئ مخطئ ولكن إيه اللي ضحية؟ جمهور تمام فإحنا عايزين بس نابد نبني السيستم وبيني وبيني اللاعب لائحة تمام؟ توزيع الملفات زمالك لحضرتك تعيين لجنة كورة بأجر من كوادر نادي الزمالك تلاتة ديوري الكورة رابع معهم يخط مش حد قلبه على الزمال لازم كلمة بأجر دي ما ينفعش يا فاندر مش موجودة في نادي عشان دي بصورة حقار بأجر عشان أعرف أنا حزب لا فيه ناس عنده حب الانتماء زعب حليم علي في الزمالك بيعش اكتراب نادي الزمالك لو أنا جبت عبدالحليم علي اللي هدى عشان أقوله لأنا عايز حد أحزبه عايز حد أنا بقولك بقى مجلس أدارة إيه بيبني إيه خطة أنا جبت فلان تلاتة عينتهم في لجنة القرى يخططوا لي مستقبل القرى داخل نادي الزمالك لسنوات بأجرهم لإني عايز الرأي العام الزمالكوي يحسبهم مش لازم يحسبوني أنا كرئيس نادي الزمالك ولازم يحسبوني كإيه مجلس دارة نادي الزمالك لا فيه كل واحد مسؤول عن شيء داخل جدران نادي الزمالك مش عايز حد يبقى شاري ليلة كلها الوحدة ودي حاجة كويسة لازم بنفيد بيها مثلا رئيس نادي الزمالك أنا ممكن أنتقدك بس أنتقد كفيدك فهي ما فيه نقد بالنار بالزبط كده أنا بقول لحضورتك تعمل تعيين مجلس الزمالك توزع ملفاتك تعيين متحدث رسم للنادي يطلع يتعامل مع وسائل الإعلام تعيين لجنة القرى بالأجر تعيين واحد مسؤول عن تخطيط فريق القرى تمام ده بقى إيه بيتم إزاي وده الرئيس نادي إزاي بأنه ينشغل بمتابع جميع الملفات والموارد المالية أحلى يعني أفضل رئيس نادي في الشرق الأوسط يدخل فلوس لنادي هو مرتورة مصور تمام بصراحة يعني مزوش مديونات ولا فيه أي حاجة فيه حاجات كان رئيس أصبق هو اللي دلوقتي بيحاول يهجز عليها طب خلينا بقى في الأمور الفنية يعني الشق الفني بس أعزي أقولك بس أعزي الرئيس نادي زمالك بإيه بالموارد دخل الموارد عشان تستقرر الأمور داخل الجروند تمام يعني عايز تدخل الجروند يبقى فيه استقرار الاستقرار ده تيجي بالموارد أنت حضراك زاكر في الحتة دي اشتغل على الحتة دي وتعالى آخر الموسم حاسب كل واحد مسؤول عن ملف حاسبه إيه أنت عملت إيه واللي تم يبقى فيه حساب بالصبت كده تمام فيه بس أنت بتكلمني على القائمة آه قائمة الزمالك في ينايق من وجهة نظرك بقى القائمة المنتظرة أو بعض التعاقدات الجديدة في يناير تبصوا أنا أقول له حضرك على حاجة من عشان بقول له في يناير بالضبط بدلوقتي أنا أقول لحضرتك يعني ألف بقائمة كنادي تمام وحضرتك مسؤول عن نادي تمام وتعلم شكل القائمة بتبقى متواجدة إزاي تمام أو مدير الفني الجديد اللي بيبقى قادم للنادي نفسه يعني ما ينفعش بقى عندي 28 لاب أو 29 لاب وعمل أدور على بك رايت أحسد مين على الخطأ دا ما ينفعش يكون عندي 28 لعب وعندي بقى لي أكتر من يعني ما أعطقتش إن في بك رايت عندنا لعب ماتشين على التعالي لا تمتاش على بعض تمام دي حاجة خطأ قائمة الزمالك اللي مفروح تتم تستمع أنا بقى أكلمك على إيه بناء قائمة جديدة كيف أشكلها زي ما قلت لحضرتك ثلاثة حراس مرمى تمام إحنا عندنا أربعة دلوقتي بالنسبة للإستبدالات طبعا الاتحاد القرى بيدرس تمام باب للإستبدالات بدلا ما هو مقايم في كلام وهناك مؤتمر صحفي غدا الأهلي يرفض براحة الجمعية طبعا ولكن قرار لتحدي الجمعية اللي يتؤيد القرار القادمة إن شاء الله بإذن الله حدبين غدا في الاجتماع المجتمع بين رئيس تاني الزمالك وهيبقى فيه مؤتمر صحفي يعني إنه فيه عن اللي حصل داخل الاجتماع بس المسابقة بدأت بلواحة وقانون ما ينفعش اللي أنا أعد فيها هادي بس بس فيه زروف كهرية ها فيه زروف كهرية ولو ورجع لأنديها كلها يعني مثلا هقول لها حضرتك دلوقتي أنا إيه كزام بينادي الزمالك إن عندي لعبين هربوه أجيبهم منين بس دي أمور تخص نادي الزمالك هل أنسحب من البطولات لا طبعا بس أمور تخص نادي الزمالك لا ماهي فيه أمور تخص نادي الزمالك هل يعني اللعبين دي مش هتعقب أم تمام أنا دلوقتي لعب متمرد تمام عندي كمان لعب الإسماعيلي لسه متمرد حاليا كمان مين أكب بهر المحمد تمام تمام قافل تلفونه ما بيتمرنش ومش عاربية إيزم بينادي إيزم بينادي أنا بس عايز رسالة للعبين تمام يعني حضرتك شوف أنت كنت فين وبقيت فين أكيد طبعا أكيد طبعا إنت محتاج تقعد بينك من نفسك كده تحمد ربنا شوف أنت كنت فين وبقيت فين وعندك ملايين يتمني ما ها احترام بديك بيتمني ويمشوا كان بيطور نادي الزمالك أكيد طبعا مفيش لعب أعلى ملادي الزمالك مهما روحت السنة وجيته وكان فيه أعلى وجب وطلاط وعمل طيب عايزين تتكلم عن قائمة الزمالك كده من وجه نظرك طب بقول لحضرك أهم حاجة بس سيردت بالقائمة تمام ثلاثة حراس مرمى ثلاثة باك شمال أربعة سيرد باكات تمام ده المطلوبين ولا ده ايه ده ده لبقيت تبلك قائمة المطلوب تتمي بها بداية موسم تمام ماليش لعب الأخطاء الله حصرت خلال لازم موسم ها هم يكلموا على الشكل الجديد الشكل القائمة هو ده اللي بيديل سنة الزمالك يخليه من بداية الصيف يبقى ديك قائمة عنده ثلاثة حراس مرمى ثلاثة باك شمال أربعة سيرد باكات ثلاثة باك يمين ثلاثة ديفندر ثلاثة جنح شمال ثلاثة جنح يمين اثنين مركز عشرة ثلاثة مهاجمين تمام سبع واشتري لعب عندي ثلاثة لعبة تمام عشان أم لابني مقايم أعمل إيه بقى لما أجي أشتري لعب ساعتها أنا عندي في كل مركز ثلاثة أشتري لعب إيه أنت عارف إيه بيع الجناوة أنا بشتري لعب إيه براحتي بقى أني تعلي علي السعر مش فارق معايا أشتريه عجبني في الطريق أخده كده تمتني ما يبقاش مجبر أن أنا لازم أتعقد مع هزا اللعب تمام تمام كده بقول لها الركبية 27 لعب خليلي بقول لك الأسماء الزمالك اللي موجودة في القايمة الحالية الزمالك مش المستفيد منها تمام أو هي مش على مستوى نادي الزمالك رقم واحد محمد عبد السلام ده فنيا شكرا ولكن هنتظر هنتظر لأولمبيات توكيو يمكن يتصوى أكتر من كده لأنه هو بيشارك مع المنتخب للأولمبي ولكن عنده بعض السلبات الكثيرة بس بيشارك بشكل أساسي في المنتخب للأولمبي الزمالك اللي محتاج نبكي بس تمام محمود علاء أنا مش شايف يعني رغم أنه هو أحرز 29 هدف و28 هدف تقريبا وعد المدافع التاريخي لتسجيل الأهداف داخل نادي الزمالك نتمنل هو طبعا الشفاء العجلة العجلة إن شاء الله تمام ولكن لم يقدم مشاكل لنادي الزمالك حتى الآن تمام محمد حسن برضو كبيع شيكابالا توجيه الشكر لما عنهات الموسم إمام عشور أعارة ليعتلي مستوى مرة الأخرى تمام لأنه أنا مش هسيبه لأنه عنده منتخب اللومبي وبيلعب مع أساسي ولعب جيد برضو بالضبط أنا عايزه بس إيه أنا هستفد منه كنادي الزمالك وكمنتخب اللومبي لما طلعوا إعارة برة أشاري لكن في هذا الوقت الوقت مش مطلوب يعني لا 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 مش هيلعب نحن عندنا تحت رصين الحرب عشر العيبة عشر العيبة فيمام عشور صغير فأنا شايفه أنه أنا أطلعوا ست شهور جايين دول تمام لنادي مثلا مش عارف فيه بروتوكولات ما بين نادي الزمالك مثلا نادي الاتحاد أو نادي الإسماعيلي للإفادة منه أكثر فاهمني هيفيدني وهيفيد المنتخب اللومبي تمام مستوى نادي الزمالك بصراحة فيمتني عمر السعيد مع اقترامي لعندية الأخرى مش نادي الزمالك نادي الزمالك ده لما أجه أتعاقد مع لا بيجي نادي الزمالك أنا مش خلاص مرحلة البناء دي إحنا انتهنا أهل وزمالك نهوها خلاص تمام أنا دلوقتي عايز اللاعب اللي يجي يكسبني الموسم ده اللي أنا بلعب فيه حوالي 3-4-5 بطولات أنا عايز اللاعب حتى لو هيجيبني بطلتين السنة دي وهبيه أستثمر فيه أبيه أكسبه واجيب واحد غيره أكثر تمام عايز كل خلاص جمور الزمالك ولا اللعب عايز بيجي نادي إحنا جاءنا إبادية المقايمة المقرحة محمد عنطر كان متقلق مع الأسيوتي تمام تمام دلوقتي فين فعلا في علامات السفحان من نص الموسم اللي فات ما بيشاركش مع الزمالك بالسفحة أساسية تمام تمام أطلع أستفيد منه كالقاتي برضو أطلعه على موسم أو أستفيد منه من مستواه تمام لأن اللعبة دي مش هتجيب لك كله سألأ إذا لساعدت مستواه مرة أخرى تمام آآ خالب بطايف برضو شكرا برضو آآ اعدال شكرا شكرا آآ والله آآ يعني أنا مش عارف برضو كمجلس الإدارة يعني يسأل عن خالب بطايف جايز زي وإمتى أنا ما شفتوهش في الزمالة غير إسمان بس تمام وآآ بيعنا لعب بسببه كسونجو كان في البيان تقلقه وهيبدأ يستعيد المستوى اللي كان معارفينه عن المكان موجود في الاتحاد السكندري بيعناه في وقت خاطئ جدا تمام ما كانش ينفع أن احنا نبيع كسونجو خالص إنه كان زمان دلوقتي يبقى يهدف معنا تمام وشهين توا بص بقى حضرك بقى تقرير القائمة هقولك على أسماء العيبة ما تجيب ليش حد غيره هقولك تاخد من مين وما تجيب ليش حد غيره لو جبت حد غيره يبقى حضركك بتهرر أمثال مين بقى بص فان هنتكلم في السرد بكاية عندي بهر المحمدي وعندي عبدالله بكري لابيرامدس أحمد رمضان بكهم وسامة جلال أنا طلبت النحية التانية لما جيت خرجت خرجت مين الوينش ومحمود علاء محمود علاء ممكن زي ما جايل له عرض من الدور الصودي أستفيد بالمقابل المادي لأن بجد محمود علاء دلوقتي أنا شايفه وحاسس بمستوى أنه بيتعالى على الفريق محمود علاء كان في ودي الدجلة مكانش حد يعرفه جي نادي الزمالك نادي الزمالك بينجي من اللعيبة وبيعلم مستواها ماديا وفكريا وقرويا واللعيب بيتعالى على نادي الزمالك ما شفتهاش في أي حتى غير في نادي الزمالك بس طبعا في بقية في القائمة يعني اللي بيمشي من نادي الزمالك ما بشفهوش بيعلم طبعا في بقية في القائمة عشان نخش على نادي الزمالك بفضل بس بيلعب زي ما قلت حرارك تجيب لتنين من دول باهر محمدي عبدالله بكر أحمد رمضان بكهم ووسامة جلال وإنه أفضل باهر ومحمدي لأنه باشغل مركزين تمام مع ووسامة جلال شاب واحتمال تيجي تسوقه في أولمبياد توقي بطريقة أكتر من كده باكي يمين مش عايز عايز اتنين من الاربعة دول عمر جابر رجب بكار آآ كريم العراقي أيمن بين محمد باكي يمين الترجل التونسي تمام باكي الشمال محمد حمدي أحمد أيمن منصور عودة أحمد والفتوح تجيب لتنين من دول مع عبدالله جمعة تمام الديفندر مفيش حد في مصر اللي مش شايف غير دونجة ومحمد عبدالعطي ديفندر ودي دي جل تمام خط الوسط واللي فيه كلام كبير أوي إن 90% عبدالله السعيد بيخلص النهاردة يعني هو بشكل النهائي عبدالله السعيد وهو طبعا مش ينفع يوقع غدا تمام وبعد الساعة 12 يعني تمام فبشكل جديد بس خلال ذا نهائي ولكن الزمالك مش هستفاد منه في بطولة أفريك إنه هو بيشارك معبرة مقدر عليها تمام المهم دلوقتي فأنا هكلمك ترجع يكون لي حق المشاركة إفريقيا ومحليا معنا ديين محليا مع الزمالك وإفريقيا مع بيرامدز خلاص بقى ها كده خلاص بقى على قائمة الزمالك رفع من قائمة بيرامدز تمام هو طبعا عقده هينتهي مع بيرامد في الصيف القادر تمام ولكن فيه محاولات إنه هو بيتنازل عن باقي مستحقاته وهي بكي 100 مليون جنيه لدنادي بيرامدز ليرتدي القميسة الأبيض بإذن الله في يناير إن شاء الله ولو ما جاش في يناير عبدالله الصعيد يعني بص النهاردة وبكرة لو ما جاش في الزمالك هيبقى بإذن الله في الصيف إن شاء الله تمام عايز تنين مهاكمين دوليين على أعلى مستوى مش عايز أسماء عايز لعيب الكرة عيبت لي بكرة نادي الزمالك تمام 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 أنا قلت لحضرتك كده تقرير عن قائمة الزمالك اللي مفروض في الشهر 6 القادم إن شاء الله تبنيها واللي في الوقت الحالي أنا محتاج عندي مركز واحد تمام بعاني من إيه حضرتك طب من الديفندر وبعاني من بكة رايت وعندي مهاجم وبعاني بمهاجم بس أقولك المهاجم عندي اتنين ربما أسند عليهم عمر السعيد ومصرفة بس أنا عندي أزمة في البكة رايت هروح أجيب ميني ودي الحيرة اللي فانت الزمالة طيب الأسماء اللي قلت على حضرتك عليها دي كلها بكة مؤسامة جلال هم المتاحي الرجب بكر مش هينفع عمر جابر مش هينفع لأنه بيشاركوا مع بيرمت تمام أنا عايز حد في البطولة الأفريقية ما عنديش حاليا باك رايت ممكن استفاد منه غير بهر المحمدي بهر المحمدي طبعا بيمتازن هو الوحيد ومالعبش هو أفريقيا اللي هيشغل البك تمام طب عايزيني نخشوا بقى على أخبار طيب خليني برضا قولي الصدق آه للمواجهات الزمالك مواجهات الزمالك في شهر يناير عندنا سبع لقاءات خمسة في الدوري واثنين أفريقيا وعلى اتناحو التأكد خلال شهر ديسمب يناير بداية من اتنين يناير سبع لقاءات خمسة أفريقيا أو خمسة محلقيا خمسة محلقيا واثنين أفريقيا آه تمام تمام يعني شهر يناير ده هيشهد علامات كتير قوي للينات الزمالك فرينات الزمالك يعني إن شاء الله عندك اتنين يناير الزمالك وأصوان تمام ده طبعا في الأسبوع الحداشر ده اللي هو إن شاء الله يوم الخميس بإذن ده بالظبط الزمالك وطنطة خمسة يناير بعدها بتلسة أساسة أيام على طول تمام الأسبوع الاثناشر تمام بعد كده عشرة يناير الزمالك وازيسكو في الجولة الرابعة في دورة أبطال إفريقيا تمام المباراة اللي هستشهد أو اللي هتقول لنا ستشهد إيه بقى اللي هتقول لنا مثلا إن نزل الزمالك بنسبة كام في دورة تمانية تمام عندك بعد كده يوم خمستاشر الزمالك يرجع طبعا الزمالك والجونة في الأسبوع التلاتاشر تمام بعدها الأسبوع الأربعتاشر أمام المصري عشرين يناير تمام الزمالك ومازينبي خمسة وعشرين يناير في خامس جولات إيه المجموعة تمام برضو يعني إيه شايف إنه ممكن اللقاء يحدد الأول والتاني لو الزمالك فاز على زيسكو المجرار قادمة تمام يختتم الزمالك في نهاية الشهر تمانية وعشرين يناير في الأسبوع الخمستاشر أمام ودي دجلة تمام شكل الزمالك بقى في مجموعته بدور الأبطال حاليا إيه أيوة في الوصفة برصيد أربع نقاط يعتلي طبعا كمة المجموعة مازينبي برصيد سبع نقاط الزمالك طبعا جمعهم بهزيمة مازينبي وتعادل خارج الضيار وفوز ولكن بشكل كبير موقف الزمالك ستحدد بعد مواجهة زيسكو القادمة طيب عايزين بقى الأخبار السريعة الطازدة لنادي الزمالك طبعا أنت حضرك شفت البرومو بتاع القناة أه برومو داير وكويس بنهني نادي الزمالك علوه جماهير ومجلس دارته وفي لفتة برضو إنسانية البرومو دا يا صراحة عجبتني صراحة طبعا أدهم الصغير اللي توفى في قطر حادث أليم برضو حاجة كويسة يعني حاجة كويسة برضو لفتة إنسانية أجيب برعم ووالده في البرومو ولكن عدت على الإدارة للشعار بتاع العشرين شهيد كان لابد أصلا في بداية البرومو حط الشعار أو الغلاف على البرومو بتاع العشرين شهيد وفريق كوماندو زيلياد اللي هو أصلا يعتبر رقم واحد بطولات من الزمالك كوماندو زيلياد أفريقيا ومحليا أكيد طبعا كرر مجلس الإدارة بعد مباراة زيسكو الأخيرة بالتعادل الإيجابي دا طبعا لأنه زمانك دمعا نساعتها كده الصعود بشكل يعني بإبريس بـ 60% صرف 300 دولار للعابين عقب التعادل الإيجابي بالإضافة لمكايفة اللايح يعني دي 300 دولار دول زياد على مكافة بتاعة اللايح طبعا زي ما قلت الحديثة كونك مؤتمر صحفي غدا في السلسة عصرم بحضور رؤساء ومندوج الأندية حول تصحيح مصار الكرة المصرية والرد على كرات اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ومنها للاستدالات طبعا استدالات في الفترة الأخيرة طيب جدد مسؤول الزمانك زي ما قلت حالك طلبهم للجهات الأمنية بنقل مباراة زيسكو المقبلة لأستاذ الكاهرة بدلا من السلام خصوصا والزمانك محدد في مباراته الأفريقية القاهرة وبيتروس بورت وبرج العرب فدلوقتي مفروض نعب على أستاذ الكاهرة فقط استمرار غياب حازم إمام عن مباراة أسوان المقبلة لإصابته بشد بالسمنة نازل يعاني منها يعني يغيب أيضا عن المجرات مجرات أسوان محمد عبدالغاني للإقاف سلاس إنزارات أيضا استمرار غياب عبدالله جمع لعدم الجاهزية الكاملة يسعى مجلس إدارة الزمانك إلى مطالبة التحدي الكورة زي ما قلت لها ذلك الكلام نحن نكلم فيه بفتح باب الاستبدال خلال الانتقالات يناير لتعويض مقعدة الصنائي كهرباء والنكاز بالإضافة حيث أن يمتلك الزمانك مقعد واحد في القائمة ودي المشكلة اللي هيعني منها الزمانك في يناير تمام نساء اليوم العدد يعني هم عايزين إيه يدعموا أكبر عدده والزمانك تواصل مع سلاس العجين حاليا تمام بتحكمني مفاش اللي واحد تمام تمام طبعا الزمالك أهم ما زي ما قلت لها ذلك تدعمات اللي لابد من تدعمها سلاس مركز باكي مين وديفنبر ومهاجم تمام وأنا محتاج برضو شايف إن إحنا محتاجين لدعم مركز السرد باكو أيضا تمام لما تيجي يعني رسالة نحن عندنا في شهر فبراير القادل تمام السوبر الأفريقي يوم 14 مع الترج السوبر فيه مع الترج حيقوم طبعا في قطر في قطر تمام السوبر الأفريقي تمام والزمانك هيلعب وإن شاء الله نكسب نا إن شاء الله هنكسب بزنة بس الزمانك هيلعب تمام بعديها يوم 19 الأهلي في الدور المصري يوم 3 و 20 الأهلي في السوبر المصري في دبي في دبي السوبر المحلي آه كل اللي طلبينه وده اللي بيعمله جمهورنا الزماني بيعمل متواصل تمام الوفاء والاحترافية من الإدارة مع اللاعبين ومع جميع الجهات هدوء وضمير إعلامي تمام آه جهد وإخلاص وعمل من اللاعبين خلين أنا كواحد كأحد من الجمهور أقف خلفك وأعرف أتكلم مع الإدارة إن أنا أجيب لك حقك طالما أنت ابتعرق داخل الملعب تمام إنما ما تاخدش كل ما تستغطر بجمير نادي الزمالي جمير نادي الزمالي جمير كبيرة جدا ولكن أتمنى احترام جمهير نادي الزمالي من الإدارة ومن اللاعبة ومن كل من يعمل داخل نادي الزمالي أنتوا بتعملوا عشان قطر جمهير نادي الزمالي جمهير الزمالي في الوطن العربي تعدل مئة ملون تمام تمام أتمنى أننا هنحترمها ونعمل زي ما قد حاجتك نمشي بسيستم معين وتعامل مع لعبتي بلائحة بشكل احترافي بالظبط تمام مش عايز أنا النهاردة تحصل لي حصل مش عايز يعني إيه ليه هما لما بيقولوا حصل أي تعصر الزمالي كي بقولك جميع المعاقع كده بتنزل خبر رد فعل مرتضى مصور بعد التعاصر طبعا معنا على التلفون للتصالي الجميل عميد لعبي القسم السنة أو الممتاز به اللاعب الدولي اللاعب اللي طبعا أفنح حياته في مجال قوة القدم والظلم ولكن معنا نسمع كده الكلام الممتع من الكابتن محمد داود نجم نادي الاتحاد والأولمبي والحرس الحدود والكروم وأنديها عديدة طبعا لأنه عميد لعبي القسم الثاني كابتن محمد الحمد لله أخبارك كابتن محمد عملي الحمد لله تمام صحيحةك عملي كده كده طيب طيب ويدم عليك الأيام بخير وما سعيد والله بالمكالمة الممتعة بتاع حضرتك الله كلمت طبعا أنت أخبارك كابتن محمد الحمد لله أنا عملي طب من كده عليك قولي أحوالك ولأن أنت صراحة اتظلمت في في هذا المجال لأن أنت لعب كبير أنا 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 سيد أحمد ويمكن حددك بالسطوب في السكندرية أنا لو حاجتلك حياتي تبكي أكيد طبعا أنت شخصية محترمة وأنت صراحة يعني أفنيت في الملاعب وسبت أثر جيد وطيب أنا 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 هدف مصر التاريخي 275 جونة كابتن أحمد كولومبيو حرص وجونة وزملك نشيين والتحاد وكروم وعمرية وعبور وترمان وندي الحرية وندي الدبعة وحرية الدبعة يعني الملفت للنظر وكل أولومبي وبلعب والعمرية وبلعب حاليا في ندي الهمية ندي محترم درجة ربعة أيوة طبعا أنت طبعا يعني اللعب الوحيد اللعب في الأربع أقسام الممتاز ألف والبي لأنت في جميع الأقدام طبعا في ظروف معاشية صعبة جدا 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 أحد يوصل علي احنا والله بنعرضو لك أهدافك أول من إسماعيلي ويعني أنا موجز شكر لحضرتك وحضرتك من ضمن الناس الكويتة لا لا أنت من الناس الله يخليك المحمد الحج إسلام السياد رئيس نادي المجد أه طبعا حج إسلام من الشخصات المحترمة أنت ما عملني منP أنت ما زلت cad من كابت المحمود الكات بقول لك أنت ما زلت بتلعب على الأن السيع قالو كل الناس دواقفة معاي زراحة يعني نبي بيدعم برضو الحاج إسلام السياد وقام خلالهم هاهفي رفتك برضو بشكر راجل من أعظم يعني أعظم رؤساء لأمدية اللي جاءت في تاريخ مصر للحج محمد مسلحي أكيد طبعا أه طبعا أه طبعا أه البشمان بستراوي رئيس نادي أم في بي أه بستاذ محمد مجاهد أه ناس ناس قويسة جدا جدا كانت لحمد شعبان من النساوش برضو رجل محترم أه في ناس كتير 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 أه لو قلت عذاك عليهم بيقفوا مع دهود أنا طبعا كل قلت كل دول وما قلتش حد من نادي للومبي بالرغم أنه بيتك الأصلي أنا أنا ناشئي نادي للتحال الأول تمام ونادي الزمالك ونادي الزهور الرمل طبعا أنا أحد ناديها الشعبية في الرمل أه أستاذ أحمد نادي للومبي أه ولا حدي بيسأل على دهود أنا حاجات لك تبكي تمام أفشل نادي للتحضارة دخل نادي للومبي بتاريخه وأنا ما أتحمل الكلام اللي أنا أقوله ده نادي نادي يعني مش عاوز أقول لها حبيبك أقول لها حبيبك عن إيه كابتن محمد أنت تطلعاتك في الفترة القادمة بقى تتاجى للتدريب لعيب مصر وقسان دية ومدربين وكله ولا حاجة مثلا عليها من نادي للومبي كابتن محمد كابتن محمد أنت في الفترة القادمة إن شاء الله تطلعاتك بقى لاتجاه للتدريب ولا إيه إن شاء الله بالإذن الله نوية إن شاء الله بس إن شاء الله حاليا بس في معنادي اللي يهميه في الدرجة الرابعة أو محمد داود لعب نادي الاتحاد السكندري والأولمبي وحرص الحدود سعد بالأولمبي ممتاز ألف وسعد أيضا بحرص الحدود للممتاز وسعد أيضا بالأولمبي طبعا لعب كان في أصر الزهبي وطبعا شوفنا هدافه الرائعة لعب خلوق ولكن مظلوم في هذا المجال الذي أفنى حياته في الملعب سيد محمد في ختام هذه الفقرة في جديد أو في أي حاجة نسينا عن أخبار نادي الزمالك لا بس هو اللي أريد أن أصل حدودك شكل الزمالك في الدوري طبعا من أسوأ بداية موسم في آخر أربع موسم في المركز السابع برصيد 15 نقطة جماعهم من أربعة فوز وثلاثة عدلات وهزيمتين لهوا عشر أهداف وعليه سبعة وفي البطولة الأفريقية نادي الزمالك لهوا ثلاثة أهداف وعليه أربعة ده يدل على أن الدفاع سيء داخل القائمة طيب في ختام هذه الفقرة بحب أشكر ضيفي الكريمة الدائم للأستاذ محمد مجدي الصحفي بجريد نادي الزمالك اليوم وطبعا هنطلع برضو التقرير أو ليه طبعا فيديو مصغر برضو عن أهداف كابتن محمد داود طبعا لاعب العندير اللي احنا السابقة اللي احنا قلناها ونستقبل ضيفنا الكريم الكابتن عمر محمد السيد المدير الفني بنادي مغاغة بمحافظة المينيا طبعا هنطلع لناخد الفيديو في هذا الفاصل ونعود إليكم سريعا الله ينظر ورجعنا لكم مرة تانية طبعا نضم إلي في السيديو الكابتن عمر محمد والشهرة عمر مختار طبعا المدير الفني السابق لنادي الأهلي القطري القطري والمدير الفني نادي مغاغة بمدينة ألمانيا أنا وسلم كابتن عمر أهلا كابتن عمر كله تمام الحمد لله الحمد لله تمام والله الحمد لله على السلام كله تمام والله أقول لي كده سريعا بقى عن زينبان طبعا نحلل نتائج القسمين الثاني والثالث تمام وبالأخص مجموعات الصعيد عشان نقوله مهمشة وبالأخص القسم الثالث ده برضو إيه وفيه الرابع كمان ورابع كمان مفيش مشاكل الحمد لله اتفاضل أولا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر حضرتك اللي انت استضلتني يعني ونشكر إدارة القناة على شغل مبجول كويس يعني تمام كم والحمد لله وطبعا نعيد على أخوتنا المسيحين كل سنة وهم طيبين وشعب العرب كله طيب والحمد لله بالنسبة بقى للعرض بتاع عايزين نستعرض النفائق بالنسبة لمجموعة الصعيد عندك البنك الأهلي هو مركز أول مركز أول عنده 24 نقطة البنسويف مركز ثاني 23 نقطة الألمونيوم 22 شبان مسلمين أنا 19 تليفونات بنسويف 16 المينيا 15 بترول السيوت 14 الألمين 14 سواج 12 الفيوم 13 ديروت 5 طهط 4 طهط 4 نقطة محتلية المركز الأخير الأخير طبعا السلفات كانت ماشا كويس كان مسك على الكابتن مركز إبراهيم وسبب السنة أولا الكابتن حسن موسى هو اللي مسك البنك الأهلي حسن موسى اللي مسك اللي هو عامل طبعا متصدر متصدر مدرب كويس جدا وبيلعب 4-2-3-1 عند الكابتن حسن الكابتن اللي مسك البنك الأهلي الكابتن أحمد شعبان أحمد شعبان أحمد شعبان أحمد شعبان بلعب 4-2-3-1 هو يعني البنك الأهلي من الفرق اللي هي ريخي خالص الفرقة المرشحة للصعود للصعود الممتزع دي هي وينسويف برضو كابتن حسن موسى صفقات الجديدة السنة دي كابتن جابوا 16 لعب صفقات ممكن نقول لها سمام ولا صفقات 16 لعب مصطفى عبد سطار وندر السيد والسيد منير وحسن السيد وحمادة جلال ومحمود جمعة وأحمد طارق ومحمد السيد وأحمد محمد ومحمد فوزي والتوأم أمير زناتي وباهي زناتي وعمر سمير وأحمد جماله محمد مصطفى أميدو وإسلام سولاري دي صفقات الجديدة السنة دي عشان كده هو عنده دكة دكة كويسة جدا بيقدر ينافس يعني استمر لآخر الموسم أنه هو في المنافسة وهو كمركز أول يعني كده بالنسبة للبنك الأهل نرجع لبانسويف بانسويف برضو الكابتن حسن موسى بيلعب بطريقة غير الطريقة من 4-2-3-1 طريقة الكابتن أحمد شعبان الكابتن حسن موسى بيلعب بثلاثة وراء بيلعب بثلاثة من ضمنهم لابر يعني بيلعب ثلاثة كابتن وعنده على طرف في البكين يعني يطور بيلعب خمسة بحالة دفاعي بيلعب خمسة بس هو التلاثة الوراء بيقوموا بالأربعة مكان أربعة يعني بيغطوا البكين يطور في كابتن بيطوري بيلعب خمسة خمسة تلاثة اتنين خمسة تلاثة اتنين بس هو بيلعب تلاثة وراء سابت يعني بس دي طريقة كويسة جدا من نسبة للكابتن حسن موسى كابتن حسن موسى عنده 23 نقطة صفقات الجديدة عنده اللي جاب السنادي برضو جاب حوالي 14 لعب كابتن أولا جاب هارون اسماعيل كمال البادري محمد ميكي محمود الحضري أحمد الأمور بلال سالم كريم محفوظ حسين البادري محمود بكري أحمد عبد الرازق عاطف محمود ناصر محمد محمد السيد محمود عبد الجواه دول صفقات بتاع بان السويف وبان السويف السنة دي برضو فرق لا شكل تاني مع حسن موسى شكل جديد غير الموسى من الماضي الماضي هو عنده جكة كويسة على فكرة كابتن يعني المركز الأول بانك الأهل وبان السويف عندهم دكة كويسة أنا جبقى البان السويف لألمونيوم اللي هو مركز ثالث 22 نقطة تمام العلمونيوم كابتن ياسر الكناني عمل فرق جديدة وجاب حوالي 13 لعب برضو يعني هو كابتن غيره كل الفرق غيرت من 14 إلى 16 نص قايمة نص قايمة بس المشكلة بحاجة إن السبدال يعني مقيد الأندية بخمس أماكن فقط خمس أماكن أه يعني أنا ومبلغ برضك أكيد من بالك طبعا طيب كابتن عمر نستعرض بقى الممتاز بين الركين وبقى زين نستعرض عن قسم الثالث والرابع علشان برضو إيه بقول لك أنتو هضمين حقنا لا لا يا كابتن لا بس تتكلمة يا كابتن حسن موسح بحاجة يا ياسر كناني قصد يا كابتن نقش النقطة يا كابتن بيلعب بربعة على فكرة أغلبية الملحوظة يعني أغلبية الفرقة يا كابتن تمام الفرقة المجبوعة الصعيد بيلعب أربعة أثنين ثلاثة واحد تمام هو فيه شغل بس كابتن الكابتن بتاع المينيا كابتن طرق السيد اللي هو بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة تمام أربعة ثلاثة ثلاثة يا كابتن بتدي ريحية في الملعب وبتدي بتبقى الفرقة واخدحها في الملعب لو استغلها كويس يا كابتن بيطلع الطرفين يا كابتن من الأربعة الورقة الأربعة دول بيهاجموا يبقى تلاتة أو يدفع بتسعة كابت يعني طريقة كويسة يعني تمام نخش بقى على قسم الثالث قسم الثالث عندك المجموعة الكام المجموعة بتاع المينيا كابت المينيا ماشي هي مجموعة رقم كام طبعا بأرقام أرقام طبعا كابت ما فيش مشاكل كابت ده أنت صديق الدرجة الثالثة مص يا كابت للدرجة الثالثة نخدنا مع بعض كان الرخصة البي البي او بس الكلام ده كان في 2012 قريبا نقف عام الحديدي ومحمد محسن محمد محسن أبو جريشة مدربين جامديني ها كابت أولا في الدرجة الثالثة عندك مجموعة بنسويف اللي متصدر للوسطة الوسطة دي المتصدرها عندها 22 نقطة المركز الأول طب اصدري أول أربعة بس كده يبقى الوسطة لمركز الأول دي المجموعة الكام ولا مجموعة بنسويف مجموعة بنسويفة كابتن مجموعة بنسويفة يبقى الوسطة الأول الوسطة الأول هو سمسطة المركز الثاني سمسطة سمسطة 20 نقطة على فكرة كابتن الوسطة اللي مسكها كابتن أحمد الجيوشي كابتن أحمد الجيوشي مجموعة بنسويفة جدا مجموعة المينيا يا كابتن المركز الأول أسمنت السوك مجموعة المينيا أسمنت السوك دي مجموعة المينيا والسوك السوك مع بعض أسمنت أسود للمركز أول برسيد أكابتن بنتقريباً بـ 18 أكابتن اللي مسكها كابتن دكتور هيسم صارح دكتور هيسم صارح ده مجموعة أسمنت أسود أبوتيك دي برضو في المجموعة تمام الدرجة الرابعة الدرجة الرابعة بالنسبة للدرجة الرابعة ده أخشيك ده رابعة أو لإيه تفضل لأ أنا معنا الجميل أخصاب حتى قطعات النشئين ما شكرت آه يا شوفين أنت عايز ما شكرت الدرجة الرابعة عندنا مجموعة المينيا عندنا مركز العدوة ده متصدر طيب نستأنف مباراة القسم الرابعة بعد هذه المكالمة الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي رئيس نادي المصي بمطروع على وسهلا كابتن رمضان على سهلا كابتن أحمد سحياتي ليجو ضيفك الكريم الله يخليك كابتن طبعا نقول مبروك ختام الدور الثاني طبعا الدور الأول يعني طبعا في فرق نقطة ما بينك وما بين المركز الأول مصبوط صحا كابتن تمام إيه الأخبارك كابتن رمضان والله الحمد لله احنا دوري دوري صعب السنة يعني وفرها كلها مجمدة وكله جايب لعبه قويسة وكله عنده ضموء من الصعود تمام وإحنا الحمد لله ربين يعني بأداء اللعيبة الدور الأول وعداء الكابتن رمضان عارفة تمام وإن شاء الله ربنا إن شاء الله لنا حسابات الدور الثاني إحنا حولنا بالفعل على ملعب السنون إن شاء الله هنخوضوا مبارياتنا عندنا خمس مباريات هتبع على عرضنا كويس خبر كويس والله وإن شاء الله الخمس مباريات دول هايبقى ليهم فرق بإسم الله تعالى معنا أكيد طبعا في ملعبك ووسي جمهورك إحنا الفرقة الوحيدة اللي طلعي دور الأول ولعبة مصرات السكندرية كلها وتبهدلنا يعني فراعا للأمان دايبا حرام بايبا ترجع ملعبك كده ونشوفنا دايك طيبة إن شاء الله والله إن شاء الله بإذن الله أخبار الانتقالات الشتوية في نادي المصر فراع مطروح والله يعني إحنا فيه ثلاث لعيبة بالفعل لو رأيب إنهم اقتربوا من توقيع نادي المصر سلوم في واحد فرود جهيلنا يعارى من فاركو ده وقع معنا وفيه ديفندر إن شاء الله خلال ساعات قليلة وحيوقع في النادي برضو إن شاء الله وفيه كم صفق خلال مدعمين بإذن الله يبنوا أسماء صفقاته إن شاء الله لما يتأيدوا إن شاء الله الأسبوع الجي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طب فيه أي مشاكل في الفريق؟ والله إن شاء الله خير إن شاء الله بتفعلين خير بإذن الله ما عندناش حاجة يعني يمكن لعب واحد أو لعبين هيبطهم البريد بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصر السلوم أحد أنديد القسم الثالث بمجموعة بحري ومطروح كابتن عمر طبعا نقول لي كده بالنسبة لقسم الرابع سريعا كده قسم الرابع كابتن عندنا برضو طب عايزة أتكلم بس عن نقطة قبل القسم الرابع كابتن لأن طبعا فيه واحد بعد لصورة صورة لعب مويد 2007 التزوير والتسنين إن شاء الله بإذن الله بنوه الحلقة القادمة فتح بالبستندات فتح مشكلة التسنين والتزوير دية صورة لعب ميسكندرية برضو هنقول الحلقة الجاية ده مواليد شهر 11 2006 يعني مواليد 2007 فرق بينهم ما بين 2007 ده شنب وداء تمام وطبعا عدم وجود البراءة في البنيان مش هنقول في الشكل يعني ده يعني يوحي إنه مواليد 2007 ده صعب جدا جدا حتى لو الورقة بتاعه سليم ولكن لا عقل ولا منطق يصدق هذا الكلام وطبعا ده فيه أكثر من 25 صورة إن شاء الله بإذن الله حنعرضوها يوم الثلاثاء القادم لأن معلش انت كده بتاخد حق لعب آخر وفي نفس الوقت ماينفعش اللي انت تنزل في مسابقة 2007 طول بعرض وشكل وبنيان قوي حياكل الأولاد مش حاولك حاول ده حيدوس عليهم كمان ولكن إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله حلقة كاملة عن التسنين والتزوير اللي طبعا اللي حيدور أو أضر بشكل مصابقات الناشئين بمختلف مناطق كابتن عمر طبعا القسم الرابع سريعا بالنسبة للمينيا عندنا مركز العدوى ده أول العدوى ده العدوى 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 كسر العين عدوى ده مركز أول كابتن عنده سبع نقاط وعندنا مغيغة برضو مغيغة ستة وفيه نادي برضو نادي مغيغة يعني مغيغة مركز شباب مغيغة وفيه نادي مغيغة ونادي مغيغة لتنين نادي مغيغة بلعب قسم كاملة كابتن نادي مغيغة بلعب رابع رابع برابع مغيغة كان في الممتاز مركز شباب ده هبق وطلع من عنده أحمد حسن حصل كابتن عماد اللحاس وكابتن أشرف يوسف وكابتن بركات إبراهيم وإيه طب اللي حصل طب في إيه طب الامكانيات كابتن يعني كده في الممتاز مفيش الألمانيا فقط امكانيات ألمانيا بس ألمانيا بس ألمانيا لكن مغيغة والفكرية ألمانيا كل ده نازل برضو لحالة المادية برضو كابتن أكيد طبعا يعني حتى أهالي بشوي برضو نادي بشوي ناصر العمدة بلغني أن أنا عنده حالة المادية مفيش هو منعدمة قبل الأخير والله كثير من الأندية بتشكو الحالة المتردية لأنه مفيش دعم وكثرة المصرفات وبدلات حكام ولكن طبعا طب المورد طبعا يكون إيه طبعا لازم النادي يشوف مورد يشوف مستثمر مستثمر يكون كويس أو محلات في أسوار النادي برضو هتبقى فيه الفراجة دي المجالس الإدارة المفروض أو إدار الملاعب مجالس الإدارة مفروض تتحرك تشوف تعملية تجيب موارد الدولة خاصة مش هتهد مش هتهد خلاص أنت اخلق المورد بتاعك بأي شكل بأي طريقة بأي مسم بالنسبة لمجالس الإدارة ما بتشتغلش مفروض يشتغل تصور زي ما حضرتك قلت أو يشوف مستثمر في نسبة تتصرف كتير يعني أو تتحرك لأن أنت كده مفيش حد يعني مغيغة دي مركز شابه مغيغة يعني لا يمكن يبقى درجة ربعة وينفعش لأنه مطلع عنده مواهب رهيبة يمطلع لعيبة جيدين أو أسماء أسماء رهيبة وفيه كمان عناصر كويسة جدا في مغيغة وكده وفي المانيا برضو بسفة عنا رب عندنا العيد ومركز أول ومغيغة مركز شابه مغيغة وفيه مطاي برضو مركز شابه مطاي برضو ودخل في درجة مركز تاني تمام من نسبة لبانسويف درجة ربعة برضو فيه فرقة اسمها لفازة مركز أول برضو لا أول كم مجموعة كبير من قسم الرابع في المانيا؟ تقريبا لا المانيا وبانسويف دي مجموعة مجموعة دي في قسم الرابع؟ اه الرابع اه ما بيصف هيصف يا كبير هيصفه مع بعضيهم وبردو بالنظام الجديد أسوط المانيا نفس الكلام نظام جديد ده يا كبير تمام اللفازة دي مركز أول عشر نقاط ومركز إهناسي عشر نقاط برضو بانسويف ده دول درجة رابعة تمام فيه درجة ثالثة يا كبتن بالنسبة لإنا مركز أولا خلال اه ماشا كبتن إنا مركز أول بالنسبة لأسوان تمام وسك الحديد برضو ينتصدر 29 نقطة ثالثة برضو سك الحديد والتأمين سك الحديد بقى سك الحديد درجة ثالثة لا ندي اسمه سك الحديد من حضر 3 لا ده سك الحديد هنا قاهرة 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 آآآآ أنا متصدر يا كبتن طيب ماشا كبتن عمر طبعا معلش هاشل الوقت بتاعنا أزف على الامتهاء بحب طبعا أشكرك لأن طبعا أنت من الشخصات المحترمة الله بفير كبتن وطبعا عصرنا بعض سنين الشخصات المحترمة ومن مدربين لك وانتو مدير فني كويس حبيبك حبيبنا كرة خلاصة احنا في اليداريات الوقت إن شاء الله خير وربنا ورفاك طبعا في ختم هذه الفقرة بحب أشكر ضيفي الكريم الكابتن عمر محمد المدير الفني بنادي مغاغة الرياضي طبعا ما ننساش إن شاء الله بنوه أكثر من مرة الحلقة القادمة عن المسننين والمزورين وكيف الألعاب إزاي هنتكلمه عن كل صغيرة وكبيرة بالمسندات وإزاي نعمل شهادة الولد أو نجيب باسم أخوه هنتكلم في كل هذه الأمور إن شاء الله تفصيليا بإذن الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر